أما هلأ مشاهدين صار وقت نروح لمساحتنا الطبية بحلقتنا لليوم عملية زراعة الشعر انتشرت بشكل كتير كبير بالوقت الأخير وإلى أهمية كبيرة مو بس لتحسين المظهر الخارجي بل للهرب من الصلاع أيضا أكيد نور زراعة الشعر إلى دور مهم بحماية الرأس من الحرارة والضربات الشمس هل من تأثيرات لإجراءها العمليات بصيف وارتفاع درجات الحرارة هالموضوع رح يكون موضوع فقرتنا مع الدكتور علي سقر علي قصيص على خصائي بزراعة الشعر والليزر وأيضا مشاهدينا للمشاركة بأسئلة واستفسارات فيكم تطرحوها مع الدكتور ولكن من خلال التواصل على الرقم الظاهر أسفل الشعشي يسعى صباحك ورمضان كريم دكتور صباح الخير ورمضان كريم والجميع المشاهدين رمضان كريم رمضان كريم ويسعى صباحك الدكتور بالبداية خلينا نحكي عن عملية زراعة الشعر هذه العملية قدش فعلا فينا نعتبرها عملية مهمة وبنفس الوقت ممكن تكون صعبة يعني نعطي بعض التفاصيل للمشاهدين لأنه في كتير ناس بتقول أنا بدي أعمل زراعة الشعر بس بيكون عندها نوعا ما تخوف نعم نعم الآن بالنسبة لعملية زراعة الشعر هي عملية بسيطة إنه بتجرب العيادة أو بالمركز تخدير موضعين هناك في طريقتين لزراعة الشعر في طريقة جراحية وطريقة غير جراحية هلأ يعني 90% صار الاتجاء أكتر للطريقة الغير جراحية مشان الشخص تاني يوم بيقدر بيرجع لعمله ما عنده أي مشكلة حتى يعني بعد العملية بيقدر يطلع يسوق السيارة ويروحها بيته يعني ما عنده أي مشكلة يعني مع التقنيات الجديدة صار فيه تقنيات جديدة بالاستخدام بالنسبة لعملية لزراعة الشعر هلأ صارت عملية لزراعة الشعر مطلوبة كتير يعني شلون الشخص بينظر للبشرة كمان الشعر منظر جمالي صار إن كان للمرأة أول للرجل هاي يعني بجينا ناس شباب هلأ عمر 18 سنة أصلح وعنده وصار مشكلة نفسية ما عنده مشكلة حتى جمالية كمان للصبايا هلأ يعني زراعة تساقط الشعر خاصة الوراثة يعني ما في أي علاج إلوه فقط الزراعة الشعر بيأثر هالشي أكيد على نفسيات الشب أو الصبية لهون خلينا هيك نحكي عن أهم أو أنسب وقت لزراعة الشعر أو العمر إذا فينا نقول نعم هلأ أول شي بإننا الأنسب شي لزراعة الشعر كعمر نقدر نحنا نبدأ من سنة 18 سنة إذا الشخص عنده أصلح أو الصبية عنده كمان خفية فراغات أو مشكلة فراغات أو خفية بالمنطقة الأمامية لسبب ورازة يفضل للبدء يعني ليش أنت وقت تبدأ بعمر صغير وفي شخص عنده صلح أو بيساوي تكسيف بيسموه عنه يعني في فراغات بيكون عنده منطقة مانحة كويسة أول شي ثانياً بتظل يتحافظي على الشكل الطبيعي تبعه يعني يعني واتبفقد شعر من هون وبرجع بكسيف قاعدين عم أخد شكلي نفسه بعم عم تظل بوضعي كجمالياً ووضعي نفسي هياي نقدر لحد سنة 70 في ناس بالسبعين سنة بيساوي ناس يعني ما في عمر محدد ما في شيء إلا إذا في يعني مثلاً مشاكل قلبية قوية مثلاً أما الناس اللي عندهم ضغط أو سكر أو ما في مشكلة يعني ممكن تجرى العملية بسهولة هاي خلينا دكتور نحكي عن المنطقة المانحة يعني نحنا بنقول لما نعمل عملية زراعة شعر من نفس الشخص بتتأخذ يمكن الشعيرات نعم البصيلات البصيلات خلينا نحكي أي أنسب منطقة وبحيث ما يكون كمان يشكل يمكن خطأ أو يمكن يشكل نوعاً ما فراغ أو مشاكل أخرى يعني أنا لما بدي أخد شعر من أسفل الرأس وحطوا بالأمام لازم يكون في دراسة صحيحة صح هلأ بالنسبة للمنطقة المتبرعة كتعريفية تعتبر المنطقة الخلفية والجوانب الجانبية هذول بيسمون مناطق مقاومة للصلع ليش؟ ما بيتأثروا بمثلاً بالهرمون الزكري نحنا متل ما بنعرف إنه شلون بتساقط الشعر خاصة وتفيكون مشكلة وراسية واللي هي الأكتر 80-90% إنه عندك على البصيلات الموجودة بالمنطقة العليا هون هاي المنطقة اللي بيسموها عنا يعني بتصير اسمها الحاصة الأندرجينية إنه بتصير فيه نوع من الحساسات على البصيلات الشعر بتصير تتأثر بالهرمون الزكري تنعم الشعر وبتسقط بينما البصيلات المنطقة المتبرعة الخلفية والجانبية هدول المناطق ما في حساس يعني البصيلات نفسها مشان هيك ما بتتأثر مشان هيك نحنا منشوف الصلع وين بالمنطقة العليا ما منشوف كان امرأة أو رجل ما في صلع بالمنطقة نحنا وقتنا ناخد شي طبيعي بصيلات بين الشعر من المنطقة المتبرعة لازم نحترم إنه مناخده نعم مراحل مسان تيجي واحد بده 15 ألف شعر أنا ما بيدي رأخد له مشان مساوي أي فراغ كبير بيدي رأخد مسلا كل مرحلة أربع خمسة أو ستها في شعر وبعد ست شهر بيكون رمى مثل منطقة بأخد شي طاني دكتور لح نكمل حديثنا ومعنا اتصال هاتف في صباح الخير يسعد صباحك أنا صباح الخير يا هلا يسعد صباحك أنا صباحك في صباحك تفضل لي الدكتور معاك شو بتحبي تسأل أنا صباحك في صباحكẻ أنا صباحك في صباحك في صباحك أنا أكبر صباحك في صباحك في صباحك في صباحك سأرق تسأل ومعنا تسأل شو ببعد طباح الخير أنا فقط ممكن صوتك مواضح ممكن نرجع نتصل مرة ثانية لحتى نقدر نسمع السؤال بشكل واضح؟ يعني متل ما حكينا دكتور كنا عم نقول يمكن عن اهمية خلينا نقول التدرج بعمليات زراعة الشعر لحتى منظر البصيلات الاساسيات الموجودين او المانحين فينا نقول هل ينطبق خلينا نقول عوامل اللي بيتأثر فيها الشعر الطبيعي على الشعر المزروع يعني انا ممكن نساقط الشعر المزروع متل ما بيساقط الشعر الطبيعي هلا متل ما حكينا انا انه المنطقة المتبرعة هي المنطقة الخلفية والجانبية اسمن هادول العلمية المناطق المقاومة للصلاع يعني وقت انا عندي عامل وراسي تتساقط المنطقة العليا لسبب متل ما حكينا انه البصيلات عليها حساس تأثر بالهرنون الزكريا بشان هيك الشعر المزروع هو دائم مدى الحياة يعني انا وقت بزرعه انا مني واحد ادول زراعة عفكرة زراعة شعر صلو من الفين وثلاثة بقى الشعر دائما دائم مدى الحياة الا بحالة واحدة لا سمح الله واحد اخا ادوية تأدي لتساقط الشعر يعني لما نعمل عملية زراعة شعر هي الشعر دائم دائم مدى الحياة مدى الحياة بالظلط طيب خلينا نحكي كمان قداش بتم يمكن عدد الشعيرات للمنطقة الامامية حكينا يمكن بحلقة سابقة انه الكمية بتكون كبيرة يعني لما اقول انا بدي اعمل عملية زراعة شعر فعندي تقريبا قداش فينا نقول حسب الفراغات او حسب المنطقة اللي بتحتاج الزراعة في ناس بحتاجوا بس منمو منمو يعني للأسف احد ادنى ايه يعني انا بقول يعني من خلال خبرتنا هلأ طويلة اذا واحدة او واحد ما زرع ثلاث تلاف شعره اقل الشي هي ايه كمرحلة هذا منمو يعني وقتها بزرع خمسمية اولف شعره ما بيبينو يعني خسلي بتلاقي لك هم بيطلع اولف شعره عرفتي بقى اذا ما زرعنا نحنا على ثلاثة اصابع اذا حطينا ثلاثة اصابعين او اصبعين عند الرجل امرها ثلاث تلاف شعره ما بناخد هالنتيجة المطلوبة بيطلع شعر ايه ايه بس هيدا العدد ما بيأثر على المنطقة الخلفية يعني ما بقول الرقم كبير ايه ليش ما بيأثر لسبابين نحنا عنا بشكل عام بالرأس حوالي مئة وعشرين الف شعره هلا المنطقة الخلفية والجانبية فيها ثمانية سعين الف شعره اذا الكسافة كتير وتعمل شي لي انتي خمسة او عشر بالمية ما فيه اي تأثير حتى الشخص بعد عشر ايام ان كان امرأة او رجل بتطلعين للمنطقة غطت وما فيه اي مشكلة درجع درجع ما فيه يعنو بترمم هيو بتزرر تماما دكتور حكيت عن شي انو العلاقة ببعض الاجرية ممكن تأثر على زراعة الشعر او على تساقط الشعر هلا بما انو حكينا بمقدمة حديثنا اليوم عن حرارة الصيف وارتفاع درجات حرارة الصيف بعض الناس بتسأل هل بيتغير هذا الشي بالنسبة لزراعة الشعر بيأثر هلا بالنسبة لزراعة الشعر ما فيه مشكلة ان كان صيفا او شتاء بالعكس نحنا نطلب ان كان في الشتاء او في الصيف امرأة الانسان بعد العملية يلبس طائيا بالشتاء مشان المطار ومشان الهواء ومشان الغبار وبالصيف مشان الحرارة ايش طبيعي ايش طبيعي الانسان ما يتحرر ايه اذا كان عمله في حرارة قوية منفضل انه لا يروح للشتاء بس بشكل عام علميا ما فيه شي مشكلة انه تساوي بالشتاء او بالصيف طيب دكتور معنا اتصال لقلوه صباح الخير رمضان كريم الدكتور علي معيك اي سؤال او استفسار صباح خير اي منطقة اللي عبدالله عم تسأل عن انه الشعر الطبيعي ممكن يتساقط بشكل طبيعي كيف الشعر اللي يمكن المزروع هل كمان بتساقط او لا لا اكيد متما حكينا كيف ينا نطمن النتائج ايه بالنسبة للشعر المزروع ايه هو شعر دا مدى الحياة مه 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 بس بشكل يومي فيه عملية تساقط للشعر بتكون طبيعي هل ضمنة راح تكون منطقة زيرات الشعر مثل الحياة الطبيعية عم تسأل ايه هلا متل ما حكينا متل ما حكيتي حضرتك انه فيه تساقط طبيعي مه بين المية المية وعشر شعره مه 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 يعني الشعر الى دورة حياة مه 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 وكل ما فقدنا شعر عم يطلع شعر مه 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 هذا هلا بالنسبة للشعر المزروع بصير حياة دورة حياة نوع متل يعني نحنا عم ننقول منطقة معينة لمنطقة دورة حياة شعر طبيعية دورة حياة طبيعية بتصير مه مه بتتجدد مه مه طب فيه بيتامينات خاصة او نظام غزائي معين نوعا ما فيني انا اقول فيني غزة فيه بصلة الشعر بالضبط مه مه هلا نحنا ونحنا هلا لانه الواحد صايم يعني اللي خاص صايمين بقى بيجعوه على وجبة الافطار او وجبة السحور يعني النظام الغزائي بيختلف عنه بقى منلاقز بيشكوا بعض الناس قوليك عم تساقط شعري اش طبيعي بيكون نوعية الغزاء اذا ما كان غني بالفيتامين مثلا شو هي اكتر الفيتامينات ببضل الفيتامينات الكتير المهمة هي فيتامين بي كومبلكس فيتامين اي شعر فعلية كل هدول الاندور والحديد بيقولوا والحديد معلوم خاصة ناس اذا عندهم فقر دم او شي بيؤدي هادو الشيء يمكن لا تساقط الشعر بالضبط عندي الصبايا كتير هلا بيجونا اكتر مشكلة هي تساقط الشعر بسبب فقر الدم هي هذه بقى منعوض لهم حديد ومنعوض لهم فيتامينات طبيعي فيتامينات وامران ممكن نلجأ لعلاج تاني يعني قوي مثل البلازما سمعنا اكيد عنها حق البلازما الميزوتيرابي شافة عنها ومنعطيهم فيه ادوية تانية كمان عن علاج للفروة مثلا تأوي الشعر النوع وقبرا هيك كتير ممتازة ومفيدة بالحالة مشان هيك هلا برمضان يعني حاولوا يكسروا مثلا من الخضار الفواكه شافة عليه كتير يعني هادو كلها بتعوض شوية نقص الفيتامينات نقص الفيتامينات نقصنا بشكل طبيعي ممكن ان هي تتعرض لسشوار كتير تتعرض لتصفيف الشعر تغير الوان شعره ادهاد بيأثر على عمر الشعر حتى على تغيير طبيعات الشعر هلا اذا رجعنا لتصاقط الشعر فعنا تصاقط شعر وراسي وغير وراسي هلا الوراسي معروف هذا ما يلو علاج يعني وقت بيفقد شعر بيزرع هلا الغير وراسي منو مثلا منقول هادول بشكله خمسة بالمية هادو ممكن نتغلب عليه انو نحنا نحتاط وما في اي مشكله اي سبب تاني هيا ومثل ما عم تقولي حضرتك الشيسوار والجل والهدول هادول هادول بشكله هادول بشكله اربع خمسة بالمية ما انو بشكله مسلا تساقط شعر بالسبب الكبيرة هاي انو منلاقي مسلا ممكن يساقط بدل خمسة شعرها ميت شعرها كذا هادو ممكن نتغلب عليه انو نحنا نحتاط وما في اي مشكله طيب بالختام دكتور خلينا نحكي عن عملية زراعة الحواجب ورموش هاي درجة هلا اكتير هي عملية كمان فينا نعتبرها بسيطة نوعا ما هي زراعة الحواجب زراعة رموش هي بسيطة بس دقيقة دقيقة جدا لانو مناطق حساسة نوعا ما بالضبط هلا لسه الحواجب اهون شوي من الرموش الرموش عملية دقيقة جدا جدا وبتاخد وقت يعني مثلا انتي بتزرعي خمسة الاف شعره بالراس بينما تزرعي ميت شعره بالرموش بدي عناي ومش مؤلمة هي بسيطة ما في قلم بالعكس الواحدة بتكون قاعدة ومرتها بس قاعدة وقت شغلت اربع خمس ساعات بدي هدوء بدي هدوء شطبيعي يعني عم تشتغذي على الجفن انتي بدي الواحدة تكون هادئ شطبيعي احنا منعطيها مرخي بتلاقي واحدة تكون جاية عصبة وجاية متوترة بقى منعطيها شيء انه تعمل ريلاكسيشن وعملية سهلة والنتائج حلوة فيها الحلوة فيها انه بتجوك الصبايا انه نحن انا بدي طول الرموشي بدي كسفهم هاي بيطولوا بيش طبيعي هنن وبينقصوا اكيد يعني دكتور بختام حديثنا بنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم على كل النصائح اللي قدمتها للمشاهدين شكرا كتير اليك شكرا اليكم شكرا اليك دكتور رحلتنا الصباحية لليوم وصلت لنهايتها بكرة رحلة جديدة بنلاقيكم فيها مع ضجوف ومواضيع جديدة بقية يوم رمضاني ممتع مع الاسرة حول مائدة الافطار بتمنى لكم يا مشاهدينا رح نترافق خلال شهر الخير ليكون معكم صباحنا غير كل يوم بتمام الساعة العاشرة صباحا من مقهى المكتوب بالختام اكيد التحية لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري بكم النصر يولد من جديد كل يوم الى اللقاء نهارك سعيد نور ومحطاتنا رمضانية لليوم وصلت لنهايتها اكيد بيبقى ننذكركم بانه اي فكرة بيمكن انه تطرحوا او تشاركون فيها راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير بكرا موعد جديد من نفس التوقيت من مقهى المكتب ومن هلأ الوقتها تبقوا بألف خير رمضان كريم على سوريا وعلى الرجال الحق ابطال الجيش العربي السوري باي 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 اشتركوا في القناة 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 بقى بيجعوا على وجبة الافطار او وجبة السحور يعني النظام الغذائي بيختلف عنها بقى منلاقز بيشكوا بعض الناس والليك عم تساقط شعري اش طبيعي بيكون نوعية الغذاء اذا ما كان غني بالفيتامين شو هي اكتر الفيتامينات؟ بالضبط الفيتامينات الكتير المهمة هي فيتامين بي كومبليكس فيتامين اي شايفة عليه كلها دول والحديد بيقولوا والحديد معلوم خاصة ناس اذا عندهم فقر دم او شي بيؤدي هذا الشي يمكن لا تساقط الشعر بالضبط عندي الصبايا كثير هلا بيجونا اكتر مشكلة هي تساقط الشعر بسبب فقر الدم هي بقى منعوض لهم حديد ومنعوض لهم فيتاميناتش طبيعي فيتامينات وامران ممكن نلجأ لعلاج تاني يعني قوي مثل البلازمة سمعنا اكيد عنا حق البلازمة الميزوتيرابي شايفة عليه ومنعطيهم فيه ادوية تانية كمان عن علاج للفروة مثلا تأوي الشعر النوعه وقبرة وهيك بقى كتير ممتازة ومفيدة بالحالة مشان هيك هلأ برمضان يعني يحاولوا يكسروا مثلا من الخضار الفواكه شايفة عليه كتير يعني هذو كلها بتعوض شوية ناقص الفيتاميات الموج دكتور بعض السيدات او الصبايا بيسألوا انه يمكن خلينا اقول يعني طريقة حياتنا بشكل طبيعي ممكن ان هي تتعرض لسشوار كتير تتعرض لتصفيف الشعر تغير الوان شعره ادي هذا بيأثر على عمر الشعر حتى على تغيير طبيعات الشعر لا اذا رجعنا لتساقط الشعر فعن تساقط شعر وراسي وغير وراسي الوراسي معروف هذا ما يلو علاج يعني وقت بيفقد شعر بيزرع هلال غير وراسيه منه مثلا منقول هذول بيشكله 5% وممكن تدارك يونت ايوا ان كان فؤردم او مشكلة غدة او يعني اي سبب تاني ومثل ما عم تقولي حضرتك الشيسوار والجل هذول بيشكله اربع خمسة بالمية ما انه بيشكله مثلا تساقط شعر بالسبب الكبير هاي انه منلاقي مثلا ممكن يساقط بدل خمسة شعره ميت شعره كذا هذا ممكن يتغلب عليه انه نحن نحتاط وما في اي مشكلة طيب بالختام دكتور خلينا نحكي عن عملية زراعة الحواجب ورموش هاي درجة هلا اكتير هي عملية كمان فينا نعتبرها بسيطة نوعا ما هي زراعة الحواجب وزراعة الرموش هي بسيطة بس دقيقة دقيقة جدا لانه مناطق حساسة نوعا ما بالضبط هلا لسه الحواجب اهون شوي من الرموش الرموش عملية دقيقة جدا جدا وبتاخد وقت يعني مثلا انتي بتزرعي خمسة الاف شعره بالراس بينما تزرعي ميت شعره بالرموش بدي عيني ومش مؤلمة يعني هي بسيطة ما فيه ألم بالعكس الواحدة بتكون قاعدة ومنا صعبة يعني عملية بنا تبره بسيطة بس قاعدة وقت شغلت اربعة خمس ساعات بديها هدوء ايش طبيعي يعني عم تشتغلي على الجفن انتي منطقة حساسة ايه بدي الواحدة تكون هادية ايش طبيعي احنا بنعطيها مرخي بتلاقي واحدة بتكون جاية عصبة وجاية متوترة بقى بنعطيها شيء انه تعمل ريلاكسيشن وعملية سهلة النتائج حلوة فيها الحلوة فيها انه بتجوك الصبايا انه نحنا بدي طول الرموشي بدي كسفه هاي بيطول وبيش طبيعي هنن وبينقصه يعني دكتور بختام حديثنا بنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم على كل النصائح اللي قدمتها للمشاهدين شكرا كتير إليك شكرا لكم شكرا